بس مثل ما انا قال انا حضر دورة في البرنامج القبلي مو اللي هو اول واحد السوق الثاني اللي في مكة ايه في جدة في جدة فيان اللي هو تبع تبع إدارة المال وشديه فيقول لنا يقول على الاقل عشرة بالمئة من الراتب اقل القليل كثر ما تقدر هاي توديها وين احساب اللي هو توفير لا تستخسر لوريال تتحط فيها ما تدري ويقول ايه تقسم اللي هو راتب تقسم حك ثلاثة الحاجيات والضروريات الحاجات والطوارئ والثالث اللي هو التوفير اذا قدرت تقسم على هاي يقول لك انا اضمن لك النجاح في حياتك وانك ما تحتاج اي شيء ممتاز طيب اصالك سؤال السؤال لنا كلنا الآن بحسابك عشرة لاف ريال توفيري حساب التوفيري حقك فيه عشرة لاف ريال حلو ومش بتسوي عشرة لاف صح تقوله بس ثاني سوف بمبسط اصلك بس لا اقول لك حساب التوفيري عندك عشرة تقول ما هم سوي شيء اوكي عشرة ممكن يعترض لك شيء هاي الطوارئ غير انه الطوارئ اتكلم مثلا فرصة استثماري عليك نور بعشرة لاف ريال تاخذها تسوالة عشرين ألف الا هي موجودة سحبتها وعطيتها هي الآن عشرة ما نقول يعني ما هو مبلغ كبير لكن ممكن قد يأتي وقت طبعا المبلغ التوفيري بيكبر لكن قد يأتي وقت يصير قيمة الشيء اللي انت بتشتريه دبل فتستثمر و تستفيد منه حسابي فيه مئة ألف طيب مئة ألف يمكن تعترض لي شيء يعترض لي فرص استثمارية تسوالها مئتين ألف ريال اذا هي على قدة فرصة انت موفرها طيب بعطيك دائم هذا الشيء أنا مصلح مع أخواني يعني الموظفين أخواني أخوات الموظفين مصلح الطريقة هذه فاتح لهم حساب استثماري استثماري ايه محفظة محفظة عشرين تمام فاتح لهم محفظة لا جاء لان نزالة الرواتب على طوتك ايه نتصل عليهم يلا حول على حساب المحفظة الآن خمسمائة ريال ألف ريال لا نحول لا انا مدى شو عندي التزام ما يدخل بالتزامك حول الآن حول و ادخل محفظته تمام عندي شركات معينة شريدة فيها فانت علي أول شي في محفظة الأسهم بعيدة المتناول ما تقدر تحصل عليها بسهولة تتكيسل انك تروح يعني كنت لازم تتصل عليهم وتروح البيع تقوم بعمل أمر بيع أول وبعد 48 ساعة تتصل عليهم تقول حولوا ليها على حسابي الخاص هم بعد 24 ساعة تأتيك حسابك الخاص فتقول ثلاث أيام هذه قضاة المشكلة قضاة الالتزام الذي لديك لأن أغرب الالتزامات بسيطة لا يوجد الالتزام مضني لديك لديك فخاص تستخيل فخاص هذا جاء حول كم عندك؟ على حسب رواتب من الذي يحول خمسمائة؟ من الذي يحول خمسمائة؟ في عندي شركات معينة الشركات هذه دورية كل ثلاث شهور تمام؟ اللي هو ربع سنوي كل ربع سنة تنزل أرباح كل ربع سنة تنزل أرباح وسعر الشركة تزود يعني كل شهر أحسن من الشهر اللي قبله قاعد يزيد قاعد تزيد متى ما أحتاج خلنا نقول مثلاً ونفرض أن نضع مئة ألف حلو وحسبنا متوسط على مدى مثلاً خمس سنوات متوسط الخمس سنوات ارتفاع المتوسط لأنه أول سهم شراح أول خمسمائة شراحة تكون مثلاً وصلت مئتين المئة فهمت؟ دعنا نقول متوسطها متوسطها أنه أعطته نسبة مثلاً ثمانية في المئة يعني خمس سنوات أنت رأس ما لك موجود ومحفوظ وكسبان فيه وزايد ثمانية في المئة وزدته غير الأرباح يتنزل لك طبعاً وربع سنوات يا الله من فضلك أنا أعطكم مثال عن نفسي أنا شخصياً توظفت أنا أصرف على نفسي فقط رابعاً يعني ما في عندي التزامات أهل الحمد لله أمرهم زينة ورأت بي بس أهل يقولون ليت يكفيك كذا بس أنت سنع عمرك الله يجب منك شيء لا بقى يعني قبل الراتب خمس أيام ما معي للغير بعدها تزوجت ما زاد شيء كبير يعني خلال الفترة هذه ما زاد شيء كبير تزوجت عندي ولد والله الذي لا إله إلا هو هل حين صار عندي بيت وصار عندي فتورة كهرب أول ما عندي الحاجات التزامة ذي ويبقى من الراتب يعني الدعم علي دارة ما هي علاقة شون دير موالك؟ هذا أولا الحالي لا فتورة كهرب ولا شيء أجي أنام ببيتنا عندها صرف الشباب صرف لينا شوف الاهتمام الاهتمام إذا اهتميت في موضوع المصروف بالذات يعني شوف فتورة كهرب عندنا خمسمائة ستمائة سبعمائة خمسمائة بهذه الحالي يعني لكن خلّكتوا لي اهتمام لها اللم بني مها سنعت طفيها قامت علي المكيف اللي شغال ما عنده أحد طفيه نعم الأشياء اهتمام في استهلاك الكهرب صح تنقص معك الفاتورة بشكل عجيب حتى الليتات ترى الليتات الليتات تصرف أكثر من الليت هذا أغيرت بيت أنا بيت هنا دورين غيرت في تقريبا بلف وتسعمين تريال فوق تحت لمبات لمبات ذي ولا السبوت لايت ولا يعني دفعت مبلغ على لمبات واللمبات موجودة زينا بس إنها القديمة اللي ما هي لدها حق التوفير الشهد في الموضوع يا جمعتا خير والله الفاتورة يعني بيت دورين ممكن تجي فتورة ثمامية تسعمية كده الله يطاح منها الثلف والله هي الثلف صاد لأنه أنا عند المحل اللي شرط من عنده وواحدنا عارفه من أخيي عنده محل كشفت اللمبة ذي الليد تشغلها عفواً اللمبة العادية تشغلها عن عشرة لد عشرة لبات لد والله كثير وحار حتى المكيفات ما تبرد أه بك فالإنسان لازم يكون عنده سياسة هذا دور السمارت هوم لما جيت صلحت السمارت هوم عندي قلت الفاتورة قلت قلت فوق الثلف قلت ليش؟ مثل الأسياب والأحواش والسلم والمناطق وعند الباب الخارجي وعند فهمت اللي هي ما تحتاج لدورة مياه وانت بكرامة ما تحتاج للمبة تشغلها وطف فيها بس في الليل إذا داشت طالع بس حتى دورة مياه حاط سمارت هوم للمبة على الحركة متى ما دخلت وولعت هذا أذكرا في بعض الدوائر الحكومية المنشاة المجمعات كبيرة تدخل السلم تدخل طف اللي تولع اللمبة مرة واحدة هذا أول مرة أشوف الحركة دي أقسم بالله أنا خرجت تلزقني بطف وولعت اللمبة إن شاء الله أني واجه خير نور المكان ما دلت الناس مارت هوم متفادل ودي تلت توفر والله جداً